السلام عليكم اليوم ان شاء الله اندلو التمارين ديال صفحة 137 الجزء الثاني ديالنا في الزيقواشيون في الموفيد دوزياماني كوليج التمارين مهمين بزاف باللغة اخرى مهمين بزاف يعني خاتكم كتحفظ عافش نوما اليدانتي التى غمق قبل لانه التمارين اللي بقى وجوج شي شوية صعبين يعني لما كتحفظ اليدانتي التى غيجي ونوية صعبين تبع معي باش فهم زيان ونبدأو على بركاتي الله اذا قبل ما نبدأ التمرين اللي اول بغيت نشير للقناة سكويلا برو اللي هدا هو الاسم ديالها وعلي يوتيوب بيتدير سكويلا اروباسك سكويلا بوانت روا هاد القناة تندير فيها الشروحة ديال الدروس وف نفس الوقت كندير فيها سي سيلا ديال التامارين كتخصص كل درس بحال تتشوفونا التامات المحوري درس الناشر والتعميل المتاجهات بالنسبة لثالثة اعدادة المعادلات وتتلقاو بزاف الدروس وكل درس سنديرو فيه تمارين تطبيقية والتامارين الاغلبية ديال الدلاري ديال الجروب ديال سكويلا برو بغيت تلتحق بالجروب مرحبا بك ونبدأو على بركة الله اذا هادو المعادلة من الدرجة الثانية يعني خاس نقلب على شي حاجة اللي عامل مشارك اذا العامل مشارك عندي هو اكس اذا هنغان عمل با اكس هنا شغاد يبقى ليه فردون اذا العامل مشارك هنا هو اكس كيتعودينيه وكيتعودينيه اذا نغواب شغاد نعمله اذا اكس عامل لحيدنا يبقى 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 ثلاثة ايكس وهنا لا حيدنا ايكس يبقى ليه ناقي سبعة اذا هاذ شي اللي بغينا نوصله ليه بغينا نوصله له عد جدا تساوي السفر اذا حلول ديال هاد المعادلة شنو قلنا يا اما سيفر يكون اكس يساوي السفر اولى ثلاثة ايكس ناقيس سبعة تتساوي السفر سنكتب 3x تساوي 0 هذا هو الحل الأول والحل الثاني يكون لدينا 3x ناقص 7 تساوي ليا 0 يعني نحل المعادلة ديالي 3x تساوي لنا 7 إذن x تساوي لنا 7 على 3 هذا هو الحل الثاني هذا الحل الثاني ونجي أوتوماتيكما ونكتب هنا لإقواصيون قنديرو هنا الإقواصيون أدمي الإقواصيون أدمي أدمي تيل 2 سوليسيون 100 ونكتبوه 0 أي شحال 7 سور 3 تخيب وندوز الإقواصيون الثاني إذن في العملية الثانية إيشنا هو القاسم اللي غيكون عندي مشارك خاصي نحول هذي العمليات هذي نحوله مدفة الأخرى بشي بلية البلان يعني غادي نكتب إيكس زائد خمسة لكل وس إثنان هنا بما أنه وجودة يمكن ليجمعوه كله بالأقواص وندير ناقص ناقص ونكتبو إيكس ناقص زائد خمسة في إيكس فاربعة إيكس زائد أربعة مزيد كل شي تساوي لي صفر تخيبية داب هنا غيب علينا في نوع القاسم المشارك إذا القاسم المشارك تتعود عندي هو إيكس زائد خمسة تتعود هنا وتتعود هنا إذا غن ناخدو غنعملو به هدي نعملو بإيكس زائد خمسة إذا شنو غايبقالينا غاديبقالينا هنا إيكس زائد خمسة حيث عندي أس إثنان هيا وهنا عندي واحد الإشارة باش تردو ليه البان ناقص باش ما تفلش علينا هاد الإشارة وهنا هاد الأقواص هنكتبوهم كاملين بشبان ناقص والأقواص دينا اللي هو ماربعة إيكس زائد خمسة كتبتهم بشبان بشبان الزيد عند planting إيكس الزائد على جنون غادي نخابو الإشارة تتساوي لنا 0 إذا إما إيكس زائد خمسة تتساوي 0 او لا إيكس زائد خمسة تبانايا الأعداد غادي تتقلبوله لهم الإشارة حيث يتقبل منهم الإشارة كنت اتناقص كتغير لي الإشارة ذي الأعداد هادي يقول له ناقص لهم ناقص ناقص 5 تتساوي 0 هاد العددان عندي متقابلين هادي نضرب عليهم وغادي بقالي ايكس ناقص ناقص اربعة اذا كي غادي تولي هتولي ايا ايكس زائد خمسة عامل ناقص ثلاثة ايكس تتساوي السفر اذا في هاد الحالة شنو كنقولو اما هاد العامل تساوي السفر او هاد العامل تساوي السفر هاد نجي اللي هنا يا وغادي نكتب العامل الاول لي هو ايكس زائد خمسة تساوي السفر يعني ان ايكس تساوي لي ناقص خمسة اذا ناقص خمسة هو الحال الاول دي المعادلة ديالي اها ونجيعو تاني انقول الحد تاني ديالي اللي هو ناقص ثلاثة بدالكولور ناقص ثلاثة ايكس تتساوي السفر يعني ان ايكس حال خاسي يساوي السفر حتى اي عدد سفر تضربو في اي عدد تحتك سفر صافي دونك رانجي اوتوماتيكمو وغانجول بلغة اخرى كما ستديلو هاد المبريش بقى نكتبع ديالي رانجي رانجي نقول اه موان سانك موان سانك اي زيرو زيرو سان دي سوليسيون دي سيت ايكواسيون مزيان تري بيان اذا فاد الاكسبقريسيون ديمن في المعادلات تحولوا انكم تردو كل شي السفر من انكم تتقلندو زيامان يقول ايش من انت نحول كل شي السفر المعادلات من الدرجة التانية تتسال عليها اذا هنا غنحول كل شي السفر غتولي انها هي تمانية ايكس ناقص واحد عامل ايكس زائد ثلاثة ناقص وغاد نجيبها تشي كامل حيث عندي هنا هي الضرب صافي اذا تمانية ايكس ناقص واحد مضروب في جوش ايكس زائد واحد وكل شي تساوي لي تساوي لي السفر هنه غدي نجي نقلبه على قاسم المشارك اللي سيتعود هو تمانية تمانية ايكس ناقص واحد تتعود فهذا في هاد الحد وفهذا الحد اذا هو باش غد نعمله غالا غنديرو تمانية ايكس ناقص واحد عامل شنو غيبقى ليه هنا يبقى ليه ايكس زائد ثلاثة وهناي غنحيد مباشرة الأقواص إذا ناقص عندي حتى حتى عندي واحد إشارة هنا ناقص وغد نحيد الأقواص إذاً غد نقلبوا الإشارة دي الأعداد هتولي ناقص جوش إكس ناقص واحد تتساوي الصيفر إذاً هنا إما تمانية إكس ناقص واحد تتساوي الصيفر وهناي غد نحسبوه ناقص إكس ثلاثة زائد جوج تتساوي صفر إما هذا العدد تتساوي صفر أو هذا العدد تتساوي صفر سنجل هنا سنقول العدد الأول 8x-1 تتساوي الصفر تعني أن 8x تتساوي لنا 1 يعني x تتساوي لنا 1 قسمة على 8 إذن هذا هو الحل الأول دي المعادلة اللي عندي والحل الثاني دي المعادلة قادي نشوف ناقص x زائد جوج تتساوي ليا صفر إذن في هذه الحالة ناقص x تتساوي ناقص جوج نضرب كل شي في ناقص إذن x تتساوي ليا جوج تعبي إذن هذا الحل الثاني دي المعادلة ونجي مباشرة هنا ونكتب 1 على 8 أي 2 ما لهم صن دي آآ سوليسيون صن دي سوليسيون دي ست إيكواسيو خيبي هاد العملية تشبه المتطابقة الهمة التالتة اللي ستتكسب على شكل آس إثنان ناقص بي أس إثنان هنايا خمسة قدير ضوية خمسة أس إثنان باش نشرحوها إيكس أس إثنان ناقص وتسعود هي ثلاثة أس إثنان تتساوي ليا صفر خيبي هنايا نجمع الأس هي خمسة إيكس لكل أس إثنان ناقص ثلاثة أس إثنان تتساوي الصفر وحنا تنعرفوا بأن هذه راهية إيضون تتغوا مع كابل اللي تنكتبوها معروفة اللي هي آ ناقص بي هي خمسة إيكس ناقص ثلاثة مضروبة في خمسة إيكس زائد ثلاثة تتساوي الصفر وفي هذه الحالة إما هذا تساوي الصفر أو لهذا العدد تساوي الصفر غد نجل لنايا غد نكتب خمسة إيكس ناقص ثلاثة كيساوي الصفر يعني أن خمسة إيكس تساوي لنا ثلاثة إذن إيكس كيساوي لنا ثلاثة على خمسة إذن ثلاثة على خمسة هو الحل الأول دي المعادلة ديالي ولا أما أو نضيل خمسة إيكس زائد ثلاثة تتساوي الصفر يعني أن خمسة إيكس تنحلو المعادلة ديالنا تتساوي ناقص ثلاثة إذن إيكس كي تساوي لنا ناقص ثلاثة على على خمسة وهذا هو الحل الثاني ديال لكواسيو تنجي وتنكتبو آآ تنكتبو شحال ديك ثلاثة على خمسة ثلاثة على خمسة مالهم صون دي سوليسيو دي ست إيكواسيو خيبية دوز لإكس بخيسيو خمسة إذن تهد لإكس بخيسيو هدا عندنا قد نحسبوه متطابقة لهم تلتا بحيث إيكس زائد أربعة هي و تسعد وربعين غرضوها أسئتنا إذن ناقص هي إيكس زائد أربعة كل أسئتنا ناقص و تسعد وربعين هي عدنا سبعة أسئتنا تتساوي سفر إذن هنا هي آ ناقص بي فأزائد بي إذن آ فينا هي آ هي إكس زائد أربعة زائد بي هي زائد سبعة و آ ناقص بي هي ناقص سبعة مالهم تتساوي سفر نحسبوه هذا الأعداد العدد الأول إذن نغيحطينا إيكس زائد أحضاش عامل ياش الإيكس ناقص ثلاثة تساوي سفر مني وصلنا العدد جوداء في جوداء إذن شنو قد نقوله تنقوله بأن هذا العدد تساوي سفر أو هذا العدد تساوي سفر تنجيب تنكتبوه هنا إيكس زائد حداش تساوي سفر يعني إيكس تساوي حال ناقص حداش وكننقوله بأن ناقص حداش هو حل المعادلة ولا أو لا تنجيب تنقوله إيكس ناقص فردون أو لا تنقوله إيكس ناقص ثلاثة تساوي سفر يعني إيكس تساوي ثلاثة وكننقوله سيد الجملة ديالي اللي دي ما كنقوله ها هي قدي نقوله بأن ناقص حداش إي ثلاثة بالهم صن دي سوليسيون دي ست إيكواسيون تري بي والله الإكسبيسيون ستعدنا حتى هو في ديم فاش كتشوفو هاد الأس إثنان هنا تتشوف عندك أس إثنان هارف را عندك المتطابقة قياش تالتة هحنا خصنا ردو هدي متطابقة تالتة شنو خصنا ديرو عدنا هنا بعدها هاد سعود غادي ديرون جينا غادي ردوها ثلاثة أس إثنان ضربة فاش فاربعة إكس ناقص واحد لكل أس إثنان وهدا غادي نجيبه الجي أخر غادي ناقص إكس ناقص أربعة لكل أس إثنان ما زال ما حققناش المتطابقة هم معها علاش هنا غنطبق البويسانس اللي قرينا عدنا عددين عندهم نفس الأس شنو تنديروا معاهم عندي هاد العدد عنده نفس الأس مضروبة فهذا العدد الكامل اللي هو أربعة إكس ناقص واحد والكل أس إثنان نجمعهم في نفس ناقص إكس ناقص أربعة لكل أس إثنان دي بردينها متطابقة هامة تالتة يعني ستتساوي إياه إياه نحسبوها هدي نحسبوها هدي الداخل قبل ما ندوزه هادف هدي هي 12 إكس آآ ناقص ثلاثة لكل أس إثنان ناقص إكس زائد شو إكس كي كتبتها ما ديوش عليها إكس زائد آآ وديش من زائد ره ناقص أربعة لكل أس إثنان هو تتساوي الصفر وأنا ما كتبت تتساوي الصفر إذا تلكوش غير يمشي لي يمشي لي خاوي ردو البالة داب هذا متطابقة هامة اللي هي آآ بلتي غنديلك خوشي لأنها غدتكون كبيرة غنديل بحالة متطابقة هامة اللي هي آآ ناقص بي هي آآ آآ هي إكس ناقص ثلاثة آآ ناقص بي هي ناقص إكس زائد أربعة حسبناها في اسم مضروبة آآ اللي هي اتناشر إكس ناقص ثلاثة زائد إكس ناقص أربعة آآ لا تذكروش تتساوي لنا الصفر غايشي شي واحد غايقول لي علاش هنا درنا ناقص أربعة حيث حنايا عدنا ناقص وعدنا هات الأقواص المسبوقين بالأقواص يعني غايتقلبوا هنا عدنا زائد إذن الأعداد غيبقا هما إذن فإن الحالة إما العدد غادي نحسبوه كامل إذن الشي ساوي هنا غادي نحل القوس 12 إكس ناقص إكس هي 11 إكس زائد 1 عامل هنا 13 إكس آها ناقص 7 تساوي 0 إذن الحلول لدينا إما شنو قلنا إما غيكون عدنا 11 إكس زائد 1 تساوي 0 يعني 11 إكس تساوي ناقص 1 إكس كساوي ناقص 1 على 11 إذن هذا حل معدلة أو لا هذي يكون عدنا طرف الثاني اللي تساوي 0 اللي هو 13 إكس ناقص 7 تساوي لنا 0 يعني 13 إكس تساوي لنا 7 إذن إكس تساوي لنا 7 على 13 ونكتبو الجملة الغريبة دي النقق اللي هي ناقص 1 على 11 والعدد 7 على 13 سان دي سوليسيون دو ست إكواسيو الجملة هذي حفظوها كردوها ودلوها كما بغيتو ديمن قد تكتبوها الجملة إذن فهذا الإكس بغيتكم تركزوا معي مزيان لاحظوا عندي هنا هذا ربع عامل هاية التعاود ليا هنا حيث هذا توجود ولكن خاصة تكون هنا هاد العملية هرا هي بحال ثلثة هاد الواحد غدير دو أس إتنان هتولينا أس إتنان ناقص بأس إتنان هادي أقبشر دو أس إتنان ناقص بأس إتنان غندي نديروها هي ربعة ربعة إيكس لكل أس إتنان ناقص واحد أس إتنان مزيان ونكتبو العملية تانين دينا يا جوج هولا هنه غدي نعملو نعملو مش نسهلو علينا شوي الحساب على ما نسهلو بعد نعملو هنا يا باس بلاس نعملو بأربعة نعملو عامل نعملو بأربعة إيكس ناقص واحد إذا أنا شغل غدي بقى لنا هنا يا هنا يا زا نديرو زائد هنه قا زائد هنا غدي تبقى لنا ناقص جوج إيكس زائد جوج وهنا أتبقى لنا زائد إيكس ستتسوي لنا صفر تخيب إذن هذه المتطابقة كتتسوي أنا قص بف أزائد بي هي أربعة إيكس ناقص واحد مضروبة فاربعة إيكس زائد واحد عامل زائد عامل هنا يا أربعة إيكس ناقص واحد ونحسبو هذا الشي اللي عندنا هنا إذا عندنا هنا جوش X ناقص X هي ناقص X ناقص X هنا هي ناقص 4 كتساوي 0 وله إذا هنا غنحولوا أننا نعملوا بنفس العامل مشارك إذا العامل مشارك عدنا اللي تيتعاود هو 4X ناقص هو 1 تيتعاود لي هنا إذا نعملوا به عامل 4X ناقص 1 عامل غير يبقى لي هنا هي 4X زائد 1 وهنا غير تبقى لي ناقص X ناقص 4 تتساوي لي صفر وله إذا هنا غير تبقى لنا هي 4X ناقص 1 عامل هنا 4X ناقص X هي 3X وزائد 1 ناقص 4 ناقص 3 إذا في الأخير غد نقول أن هذا العدد هذا العامل يساوي 0 أو لا هذا تساوي 0 غد نشي غد نكتبون منها بش نحل المعادلة دي لهم بشوش غد نقول بأن 4X ناقص 1 تساوي السفر يعني 4X كتساوي لينا 1 X كتساوي لينا 1 على 4 إذا 1 على 4 هو الحل المعادلة الأول ده بغم شو نقلبه على الحل دي للمعادلة الثاني هو نحل المعادلة دي لحل الثاني اللي هي 3X ناقص 3 كتساوي السفر يعني 3X كتساوي 3X كتساوي 3 قسمة على 3 إذا اللي X تساوي شها 3 على 3 هي 1 ثانك هذا هو الحل الثاني دي لنا وغد نجي وغد نكتبه آآ آآ واحد على 4 اي واحد ما لهم صون دي سوليسيون دي ست ايكواسيون نقطة إذا هذا العملي غد تخذ مننا الوقت ولكن الخدمه مع هذي كيين هذي الخدمه كل طرف في جهة ما نخلطه همش دابة حتى الاخر هذي نجي لنا يا عندي جوج اكس اكاري ناقص 3X هذي نعمل بx هنا يا أشهد تعطيني عامل هذي بقى لي جوج اكس ناقص 3 مازي هذي نجي لنا هذي نقلب على جوج اكس ناقص 3 هذي نعمل بجوج اكس ناقص هنا هذي يعطيني جوج اكس ناقص 3 عامل ياش اكس ناقص 1 تتساوي هنا يا تلاحظ بأن هذي الاعداد هذي بثلاثة عندهم على قصة 36 12 27 هذي القاصم بناتهم هو ثلاثة هذي نحاول اني نعمل بثلاثة هذي ثلاثة عامل هذي يبقى لي هنا هذي يبقى لي اه اربعة اكس اثنان اه هذي يبقى لي ناقص اه اثناش اثناش ثلاثة يستو ثلاثين اثناش اكس وهنا زائد تسعود مازي هنا القاصم المشارك تتعود لي اه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ونقص جوج في نقص واحد يزائد جوج. تتساوي ثلاثة عامل هادي راها اذا نتطيعو مع قبل هادي غد نكتبوها هي جوج اكس لكل اس اثنان باش نبينا لكم نقص جوج مضربة في ثلاثة اه مضربة في جوج اكس مضربة في ثلاثة مضربة في ثلاثة اوكاي اذا هادي ادون تيدي غمكة مازيح اذا هنا هادي نحسبوها هي جوج اكس ناقص ثلاثة عامل هاش هنا غدت اعطينا ناقص ناقص هاش ناقص اكس زائد جوج والا تتساوي هنا هي ثلاثة عامل قلنا هادي متطابقة هاما لي هي جوج اكس ناقص ثلاثة الكل اس اثنان ده بيمكن لي نحول كل شيء مضربة اخرى بس هال علي شوية القادية صبي اذا نغاندي نحول كل شيء اتعطينا هي جوج اكس ناقص ناقص ثلاثة عامل ناقص اكس زائد جوج اه ناقص ثلاثة عامل جوج اكس ناقص ثلاثة الكل اس اثنان تتساوي ليه سافر تخيبية دونك غادي نجي غلق واحد العامل تتعاود عندي هو جوج اكس ناقص ثلاثة تتعاود هنا وتتعاود هنا اذا غا نعملو به اه لا اذا ندلو هنا عامل جوج اكس ناقص ثلاثة عامل غا يبقى ليه هنا ناقص اكس زائد جوج وهنايا غادي بقى ليه اه ناقص ثلاثة عامل جوج اكس ناقص ثلاثة غادي نديفلوب باش يبقى لنا الاسباس هي ناقص اكس ناقص ستا اكس عتاني ناقص ثلاثة في ناقص ثلاثة هي زائد تسعود تتساوي ليه سفر لبا بقى ليه غير حساب اوه وخاكك تشتيعي بزاف صراحة غادي ناقص ثلاثة عامل غادي نحسبو ناقص اكس ناقص هي ناقص سبعة اكس زائد احطاش تتساوي سفر اذا نحنا وصلنا النهاية دي انا شنو سنقولو اما هاد الحد تساوي سفر او لا هاد الحد تساوي سفر تنجيو لنايق تنحلو الحد الاول اللي هو جوش اكس ناقص ثلاثة جوش اكس ناقص ثلاثة تساوي السفر يعني ان جوش اكس تتساوي لنا ثلاثة اكس لحل يالي هو ثلاثة على جوش وما تدلياش واحد فاصلة خمسة لان داك الشيك تكت قرعه في الابتدائي دائما نخرج لك عدد كسري خلي عدد كسري ما تردوش في الفاصلة اش حمو احتيارت ضب فاصلة بدلالي وما بغش تفهم لي انا القادية عندي الحد ثاني هو ناقص سبعة اكس زائد احطاش تساوي لنا السفر اذا ناقص سبعة تساوي لنا ناقص حداش ضربوا لي كل شي في ناقص اذا نحيدو لهم الاشارة سبعة اكس تتساوي حداش اذا اكس تساوي حداش قسمه على سبعة تخيبية هدا هو الحد ثاني ديل المعدلق واذا نكتبو الجملة الغريبة ديالنا دائما وغادي نقولو ثلاثة على جوش اها. و 11 على سبعة. ايه. هش من ايه. اراها. صن والجوج. صن دي. سوليشيون. دي ست. ايكواشي. تخي بي. وندزول تمرير ناقم 18. اذا اجزيق سي 16 ازا تساوي. اذا يطلوب في انني نفاك توغيسي. مليس يقولولي افاك توغيسي نقلب على واحد الكوما. واحد قاسي من المشارك. ايضا اش ديالي. شن هو القاسم المشارك? هنعود نكتب اش ديالي اللي هي جوج عامل باش نبيه لكم شن هو القاسم? ناقص ثلاثة وهدي رادي جا خرجناها في التمرين اللي قبل من هادا. ناقص اربعة اكس زائد جوج زائد استق. دي من تنقلب على واحد على واحد قاسم بعضيات. هاد كتابة شنها هي? هي جوج اكس ناقص ثلاثة معاودة ليه جوج ديال المرات. صافي باش نبيهنو. حيث داري عندهم مشكلة فقطو غزاسي. هنا عملوا ليه بالعدد جوج عامل. اش هاد يبقى لينه هنا? هاته بقى لينه جوج اكس. وهناش حال زائد زائد آآ ناقص ناقص ثلاثة. حيث هنا يعندي ناقص ناقص كتغطيني زائد. دبها هو بلنا العام المشارك. شتوه? اذا القاسم المشارك هو هذا اللي تتعاود هناك. وتتعاود هناك. اذا غدين عملوه بعادي واحد فيهم غدين ناخدوه. اذا جوج اكس ناقص ثلاثة. غير بقى لي هو اني جوج اكس ناقص ثلاثة. وهنا غد يبقى لي يشنق ناقص جوج ناقص جوج. اذا تتساوي جوج اكس ناقص ثلاثة. عامل جوج اكس ناقص خمسة. اذا هاد الاش هادي عقلوه عليها مزيارة تتساوي جوج اكس ناقص ثلاثة. جوج اكس ناقص خمسة. غادي نديلوها هنايا لاننا غادي نحتاجوها من بعد. دب السؤال ثاني قالو لي يا ماند خي كو اش تتساوي. شوف انتم ما اللي بغيتوا تديلو دلو. اللي غادي تجيكم سهلا دلوة. اذا احنا غنطالقو حت عدنا اش نطالقوه من اش باش نوصلوه لهادي النتيجة صافي? وانا. اذا شنو غادي نكتبو? فرضو اذا شنو غادي نكتبو. هادي نكتبو من أش أشنو عدنا عدنا هي جوج إكس ناقص ثلاثة عامل أس إثنان ناقص أربعة إكس زائد ستا تتساوي الديفلوبيو هي جوج إكس لكل أس إثنان ناقص جوج مضروبة في جوج إكس مضروبة في ثلاثة زائد ثلاثة أس إثنان ناقص أربعة إكس زائد ستا هادي شحركة تتساوي هادي هي ربعة إكس أس إثنان هنا يا عندي هي ربعة ناقص أتناش إكس وهنا يا زائد سعود ناقص أربعة إكس زائد مازين إذن أنا غا نحاول أنني نجمع هادي ناقص أربعة إكس مع هادي ناقص ناش إكس غادي نجمعهم بجوج إذن غا تولي لي كتابة في الأخر كتساوي أربعة إكس أس إثنان ناقص أربعة إكس أربعة إكس هادي زائد هذه هي زائد خمستاش وحنا بينا دب الأش بأنها تتساوي هديك النتيجة مزيان تخيبين إذن واحد سيقلوا لنا وسنتجوا لسوليسيون ديال بغاو منا الحلول ديال هاد الإكواسيو ها ودب احنا رديش أحلنا هاد الإكواسيو إذن حلنا عرفنا هاد الأش هادي هي هادي واش في السؤال الأول خرجتنا هاد الفاقطو غيزاسيو إذن قلنا بأن آش إيجالة زيرو هاد نحلوها دونك آش لقينا هي جوش إكس ناقص ثلاثة عامل جوش إكس ناقص خمسة تتساوي السفر هاك إذن هنا الحلول ديال المعادلة إما هاد العدد قلنا تساوي السفر أو لهاد العدد تساوي السفر نبدأ نحل المعادلة دينا العامل اللي هو جوش ايكس ناقص ثلاثة تساوي السافر يعني ان جوش ايكس تتساوي لنا ثلاثة دو بان ايكس الحل دينا هو ثلاثة على جوش اذا الحل المعادلة هو ثلاثة على جوش او للحد الثاني دي المعادلة دينا اللي هو جوش ايكس ناقص خمسة تتساوي لنا ثلاثة يعني جوش ايكس تتساوي لنا خمسة اذا ايكس تتساوي لنا خمسة على جوش اذا هذا هو الحل الثاني دونك غادي نقولوا را هادوك بجوش هم هما الحلول ديال المعادلة اذا اه جوش ايكس نطلب مني انني نبين يعني نبين ونطلقوا يا اما من هنا قلنا باش نوصلوا لهذا العملية اولا غادي نمشي وحدة فيهم من هنا مهم غادي نمشي بهادي وخايش شوية غادي جينا مشكلة صبي اردو لي البال لان انا غادي شوية شوية صعيبة كيفاش غادي نصاوي بها دونك غادي مجيو عند الاش ديالنا الاش اللي احنا عارف هنا اه هي ربعة ربعة ايكس اوكاري اه اه ناقص ستاشر ايكس زائد خمستاش هذين هي الاش اللي اعطاونا هنا انزيدو عليها زائد ايكس ناقص ستاشر عندي روتة تساوي هيدا انت تساوي نحسبوها بتعطينا هي ربعة ايكس اوكس اثنان ناقص ستاش ايكس زائد هي ناقص خمستاش ايكس وزائد خمستاش ناقص ستاش هي ناقص اربعة ولكن ما خرجت لي ناش بحال هادي مشكيلة هادي شوف شوف وعلا هاد ناقص اربعة هادي هاد ناقص اربعة شنو كتساوي خاص نير الداجوج ديال الاعداد باش نخرج هاد ستاش هادي ونخرج هاد ربعة انا شخص ندير هاده ستاش اسعتين هي ربعة وسستين سافي اذا انا شو هندين ناقص ستان زائد ناقص فبعا وسطين آآ آآ زايد ناقص مسي زائد ستان شى حال تساوي ناقص ربعة ولا اذا هاد الى مت voiced يوم كامل غاده نعوضوا هنا ف ناقص عربعة ادنا عد ستاوي اربعة ايكس وسائد اتنان ناقص خمستاش ايكس. ها وقلنا غدين عوضو بهاد لكس بخيسهم كامل اللي هو ناقص اربعة وستين زائد ستين خيبي دابا غدين او لغدين نفكتو غيزيو هاد هاد العدد مع هاد العدد نعملو باربعة يلا عملو باربعة شا يعطينا عامل اربعة تتساوي اربعة عامل اشان تبقى ليه هنا يا هاتبقى ليه ايكس وسيتنه وهنا اشحال غتبقى ليه هاتبقى ليه ناقص ستاش سافي علاش لانا ربعة منضربة في ستاش تتعطينا ربعة وستين معا ناقص غتبقى ناقص وهنا يا ستين او تاني غدين عملو باش نحصلو على ديك العملية اخرى اذا غدين عملو باش نحصلو على ربعة باش غدين عملو بخمستاش اذا هنا ناقص نعملو بخمستاش شنو غدين بقى لنا غدين بقى لنا هنا ايكس ومع ستين ستين شنا هي ستين الى قسمنا على على خمستاش ش حكا تعطيني تتعطيني اربعة هو اذا نجي نايا وغدين ناقص اربعة اذا هنا انا وصلت وصلت لهاد جمون تخي اللي قالوا لي ابيين اللي قالوا لي ابيين انا وصلتها هي هادي صافي هي راشي شوية كومبليكي هادي راشي شوية كومبليكي باش باش بنادي ما يبينها ان المستوى دي لكم اه الا ما كانش شوية في الماط ما غايصوبش هادي عبا غدين مشي والاخر سؤال اذا نطلب مني ان نحل المعادلة اش تتساوي لنا تسعتاش ناقص اه اكس اذا اش شنية اه اش عدنا قلنا هي ربعة اكس وسي اتنان اه اه ناقص ستاشر اكس زائد خمستاش تتساوي لنا تسعتاش ناقص اكس وغلا نحوله تشي كل شي نايق اذا نايا ربعة اكس وسي اتنان ناقص ستاشر اكس ناقص اكس اه اه ناقص تسعتاش زائد خمستاش تتساوي لنا الصفر هادي راه هي المعادلة اللي علا عاد ساوبنا دابق شحل لقينها لقينها هي ربعة عامل نعوضوها المعادلة اكس وسي اتنان ناقص ستاش اه ناقص خمستاش عامل اكس ناقص اربع هاتشي كله تساوي صفر مني جبت هالكتابة راه هو التمرين جوج واحد جوج اه هو هاد راح لنا هاد المعادلة هل القناف الاخير هي هادي بينا داب هنا هي هاد المعادلة لايطان تستيقه مع كابل هاد نكتبها هي اكس ناقص ا مضربة في اكس زائد ا ناقص خمستاش عامل اكس ناقص اربعة تساوي لي صفر داب اقول لي عندي واحد العامل مشارك لي هو اكس ناقص اربعة تيتعاود هنا وتيتعاود هنا وارا اذا فقطو غزيو به اكس ناقص اربعة عامل اذا شغل يبقى لي هنا يا هيبقى لي اربعة اكس زائد اربعة غد نتربو اربعة اربعة في اكس هي اربعة اكس ندروا نيشان بلا ما بقى نتعطلو اربعة في اربعة اي زائد استاش مازية وفي الجهة اخر هاتبقى هي ناقص خمستاش كورسية تساوي لي صفر اذا هنا اكس ناقص اربعة وهنا هي اربعة اكس زائد واحد والا تتساوي لينا صفر اذا هنا اما الحد الاول قلنا تساوي السفر ولا الحد الثاني تساوي تساوي السفر بالنسبة لحد الاولي لكن كيساوي السفر يعني ايكس ناقص اربعة تساوي السفر يعني ايكس كيساوي لنا مش حال اربعة مازي اذا ده الحل الاول دي المعادلة ده بغد ينمشي الحل الثاني دي المعادلة اللي هو اربعة ايكس زائد واحد يساوي لنا الصفر يعني اربعة ايكس يساوي لنا ناقص واحد اذا ايكس يساوي لنا ناقص واحد قسم على اربعة اذا ندول حل الثاني دير المعادلة ونكتب ناقص واحد على اربعة دي مثلا بدأ بالعدد الصغير ناقص واحد على اربعة اي اربعة سان دي سولي سيون دي ست ايكواسيو اذا تلنا تتسلل الحلقة دينا تتمنى انكم تستفتم زياد ومعيدنا في حلقات اخرين وفيديوهات اخرين ما تنسوش انكم تابونوا معنا في قناة سكويلة برو باش تحصلوا على الدروس وعلى التمارين ديالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته